السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم يا حبايبي عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير آآ النهاردة صحيت وقررت اني هكون نشيطة النهاردة خلاص كفاية نوم وكفاية انتخى وكفاية طاقة سلبية فقررت ان انا هعمل كام حاجة كده كنت من بالليل ناوية ان انا اعملهم اول حاجة الصبح اول مسحيت بدأت يومي بفنجان القهوة اللطيف ده بصراحة ما كانش لقيا نفسي قوي ان انا افطر فعملت الوافلز دي وده انتهى بس آآ شوكولاتة وكان عندي موز وفراولة حطيت عليها وكان عندي كمان سوس الكاراميل ده حطيت عليها آآ يعني حبيت ان انا ازبط مودي كده قبل ما تسحل في آآ في شغل البيت فقلت ااكل حاجة حلوة تبسطني وفي مرة ان شاء الله هنبقى نعمله سوا مع بعض كنت جايبة فراولة من اليوم اللي قابله وبصراحة ما كنتش آآ قادرة يعني ان انا اعملها فحطيتها في التلاجة زي ما هي فلما نحيت الصبح غسلتها كويس وشلت الجزء الاخضر اللي هو بيكون من فوق وفرستها كويس وانا باخسلها حطيت شوية دولة في المصفة دي علشان دولة اسيبهم في التلاجة يعني للاكل جبت كمان بتاعي الاكياس ده علشان اعود اكيزهم آآ انا ما عنديش ترابيزة في المطبخ فلما بتكون حاجة كده آآ محتاجة ان انا يعني مش محتاجة ان وقفتي في المطبخ فباخد الحاجة في الصالة وبعود في الصالة اعملهم فخلاص كيستهم كده زي ما انتم شايفين وقسمتهم عملوا سبع اكياس والطبق الصغير الحاجة التانية اني انا آآ هشيل الهدوم الشتوي طبعا الدولة مقلوب كده زي ما انتم شايفين آآ فجبت الشنط اللي انا كنت جبتها في المشتريات آآ بتاعتي معاكو في الفيديو الاخير وبدأت ان انا ارص هدومي وطبقها وبعد كده خلصتها دخلت على هدوم عمر وآآ حطهم في شنطة لوحدهم برضو آآ بنفس الطريقة ده بانطلون بس آآ آآ شتوي يعني حسيت ان هو تقيل فهشيله برضو مش هينفع يتلبس في الصيف وهكذا بنفس الطريقة نزبط الهدوم ونرسها بالراحة آآ وكمان الشنطة الثالثة دي هحط فيها هدوم جوزي برضو بنفس الطريقة خلاص يعني الجو طبعا نحرر مش هنحتاج كل الهدوم الشتوي دي آآ فقلت ايه فرصة واحنا قاعدين كده مفيش خروج ومفيش شغل مفيش اي حاجة فآآ اشيل الهدوم خلصتهم آآ وحطتهم كده التلات شنط طبعا هو لسه في مكان تاني لان لسه في هدوم شتوي في الغسيل يعني لسه هتتغسل وتتشال فانا محبتش ان انا ايه آآ اشيلهم من دلوقتي قلت هستنى لما حط لكل واحد آآ باقي الهدوم في الشنطة بتاعته وفي الوقت ده انا كنت خلاص تعبت جاعي فقلت ايه حضر الغداء آآ انا هعمل ارنبيط آآ مقلي المقادير هتبقى آآ تظهر يعني قدامكو على الشاشة آآ يعملوه بالطريقة دي جربوها يعجبكو جدا انا كنت على طول بعمله بالنفس الطريقة بس آآ اخر خطوة ما كنتش بعملها آآ بس اكتشفت ان اخر خطوة دي هي اللي فيها السر كله ان احنا بعد ما بنعملو الخلطة اللي هي العجينة يعني آآ بالتوابل بتاعته بالخضرة بكل الكلام ده انا كنت بقى ليه على طول في الزيت فاكتشفت ان احنا لقى نعملو آآ خلطة تاني كمان عبارة عن آآ دقيق ونشا وبيكنج باودر ونقليه يعني نخلي الطبقة اللي منبرع عبارة عن دقيق هيبقى آآ ما قرمش اكتر ويبقى طعمه يعني آآ لذيذ بصراحة وفعلا جربوه الطريقة دي هيعجبكم آآ الناس كده بتقول انت بتطحاني ليه الملح مع الفلفل او الملح مع الكمون آآ مش عارفة يعني انا طلعت لقيت مامتي بتعمل كده فابعمل زيها واللي اكتشفت ان الناس آآ في الصعيد عموما بيعملوا بيعملوا كده يعني آآ فانا من الصعيد طبعا وافتخر آآ فابعمل زيهم زي يعني ما لقيت مامتي وجدتي وكده احنا ده العادي عندنا المهم الطريقة زي ما انتو شايفين كده بتاعة الارنبيت بالنفس المقدير بس آآ زودوا مية بالراحة خالص دي مية عادية مية فترة يعني من الحنفية آآ لغاية لما يبقى عندنا عجينة آآ متمزكة شبه العجينة بتاعة الكريب كده بالنسبة للخضرة اللي هتحطوها في الخلطة دي تقدروا تحطوا اي حاجة بقدونس كسبرة شبت آآ كرات اي حاجة عندكم انا كان عندي شبت وكان عندي كرات وكان عندي بصل اخضر فحطتهم كلهم فطلع طعمه جميل جدا 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 آآ اعتقد يعني ان اي خضرة انت بتحبيها ممكن تحطيها عادي مش يعني حاجة ثابتة الموجود او اللي انت بتحبيه آآ غيري براحتك زودي حاجات قاللي حاجات زي ما انت عاوزة ده اللي الشبت وكان عندي عدين كرات كده آآ فرمتهم معاهم وكمان كان عندي البصل الاخضر فرمته بالجزء الاخضر بتاعه وفاصتين صغيرين كده من التون كنت مجاهزاهم برضو فحطهم على بعض وآآ ممكن في المرحلة دي آآ ندوقه يعني لو حاسين ان هو في ملح لان انا ما دوقتهوش بصراحة فطلع ناقص ملح تمام? ففي الاخر خالص بعد ما قلته ودقته فلاقيت ان هو ناقص ملح كتير جدا فرشيت عليه ملح كده في الاخر آآ بعد ما قلته يعني. المهم بتبقى حجينة شبه دي آآ متمزكة كده شوية. دي بقى الطبقة الاخيرة اللي كنت بقول لكم ان هي مهمة جدا. عبارة عن دقيق ونشا وملح. ونص معلقة صغيرة من ما نكترش عشان ما ينفيش قوي ونلاقي ان احنا بنكل حاجة آآ منفوخة يعني الكراست المنبرة دي تبقى منفوخة. لا احنا عايزين بس تضيف قرمشة مش اكتر. ودي شكل آآ الخلطة اللي انا عملتها هضف لها البيكنج باودر كده في الاخر آآ قبل ما ابدأ آآ اقلي على طول. ده الارنبيت انا كنت قطعته وفصلته كويس وسلقته في ميا وآآ ملح وكمون. آآ فيه كمون اهو بيدخل كده في وسط الفتحات بتاعته عشان الكمون بيبقى صحيح. طبعا الكمون علشان آآ الارنبيت ما يعملش غازات يعني. وما وجعلناش بطننا. برضو ما عرفش يعني دي معلومة صحيحة ولا ايه بس بشوف امي بتعمل كده برضو. فبعمل زيها. آآ حضرت الزيت وآآ بصراحة موضوع ان انا اقلي في الحلة ده مريحني جدا. يعني انا مش فهمة ازاي كنت بقى لافتصاد زمان. اقلو في الحلة يا جماعة ومن غير آآ طرتشة. ومن غير آآ بهدلة للبوتجاز ولا ايدك تتلاسوع ولا حاجة تتنطور عليكي. آآ ولا اي حاجة. الحلة بصراحة اختراع يعني. آآ المهم انا كنت محضرهم كده في الخلطة وكنت واقفة بالطبق اللي هو بتاعي الدقيق جنب الحل على طول. وبحطه في الدقيق وانزله في الزيت السخن. وهو ما خدش وقت خالص وبيتحمر طبعا وتقريبا يعني هو كل الارنبيت مستوي لان هو مسلوق كويس. كل اللي احنا عاوزينه بس ان احنا آآ يتحمر وياخد لون ويبقى مقرمش. وده اللي هتشوفوه دلوقتي. المهم كنت عاوز اقول لكم لو اول مرة تشوفو القناة بتاعت زي ما تنسوش تعملو سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو. وما تنسوش كمان تتابعوني على جروب الفيسبوك الخاص بالقناة. هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف. طبعا هو كان مقرمش جدا. بجد كان طعمه طحفة يعني انا كنت اول مرة بصراحة عامله بالطريقة دي. آآ انا كنت عايز ارش عليه ملح عشان زي ما قلتلكو كده ان هو طلع عادم. ما كانش فيه ملح اصلا فرشيت له ملح كده من برا. فيعني ايه عوض الموضوع شوية. آآ دولة الكمية اللي اتبقت. يعني عملت شوية. ودول اتبقوا كمان. فهعملهم كمان شوية. وبس كده حلوين. ده كان شكل القرنبيد. جربوه هياجبكو جدا. يعني طريقته لازيزة وخفيفة. الحاجة التالتة اللي كنت عايز اعملها النهاردة. اني انا كنت امتبلة آآ فراخ مقطعها من مبارح في التلاجة. فآآ عملتها بس بالبيد وبالبقسمات. يعني ما اخدتش وقت برضو. وبعد ما اتغدينا وبسلنا المواعين. آآ عملتهم كده. وبرضو علشان انا ما عنديش ترابيزة في المطبخ. فباخد الحاجة في الصالة وبعد في الارض عادي جدا. بالاطباق بتاعتي وبحاكتي. يعني حاولوا ان انتم ما تفضلوش واقفين على رجلكم كتير. لاني انا بعاني من الموضوع ده. آآ رجلي بتوجعني جدا من الوقفة. يعني لو حاجة زي كده ما تستهيلش ان انتي تقفي علشانها. خلاص اعمليها وانتي قاعدة. آآ اللي بعمله بعد كده ان انا بجمد الفراخ دي آآ منفصلين يعني بحطهم على الصينية كده منفصلين كل آآ قطعة لوحدها. بحيس ان هم لما يتجمدوا يعني ما يكونوش شبكين في بعضه. ولما بيتجمدوا كويس بشيلهم في العلبة كده. وبرجحهم الفريزر تاني. وبس كده ده كان روتين النهاردة. يارب الفيديو يكون عجبكم. يارب تكونوا استفدتوا منه وتقوموا وتتشجعوا وتتخلصوا من اي طاقة سلبية عندكم. يارب الفيديو يكون عجبكم. واشوفكم في فيديو جديد تاني مع السلامة.